اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يجمع مملكة البحرين وجمهورية الجبل الأسود من علاقات ثنائية تحظى بالحرص المشترك على تعزيزها وتنميتها على كافة الصعود وأشار سموه إلى أهمية تطوير مسارات العمل والتنسيق المشترك بين البلدين الصليقين بما يفتح آفاقا جديدة للتعاون الثنائي ويسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الكضيبية اليوم بحضور سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة مستشار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء وسموه الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة ومعالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيسي مجلس الوزراء وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين السيد ميلو جكوس بايتش رئيس وزراء جمهورية الجبل الأسود حيث جرى استعراض مسار العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية الجبل الأسود ومستويات التعاون الثنائي وبحث سبل تعزيزه على مختلف المستويات بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة ويعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين من جانبه أعرب رئيس وزراء جمهورية الجبل الأسود عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء على ما يليه من اهتمام مستمر بتطوير العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية الجبل الأسود والدفع بها نحو أفاق أوسع بما يعود بالخير والنماء على الجميع متمنيا لمملكة البحرين مزيد من التقدم والنماء هذا وقد قام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وزراء جمهورية الجبل الأسود بجولة في مكتب رئيس مجلس الوزراء اطلع خلالها على إيجاز حول منظومة العمل والخطط والمشاريع التي يشرف عليها المكتب كما أقام سموه مأدبة غداء تكريما لرئيس وزراء جمهورية الجبل الأسود والوفد المرافق موسيقى 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 موسيقى